اشتركوا في القناة ونحضر الحيوان لهذه العملية وطبعا لكل عملية ادواتها الخاصة ومستحضراتها اللي هنستخدمها اثناء هذه العملية اول هذه المستحضرات وهي عبارة عن ادوية التخدير او المستحضرات التي تستخدم في تخدير الحيوان هنشوف مع بعض ايه هي انواع مستحضرات التخدير انواع مستحضرات المستخدمة في التخدير نوع التخدير عندنا هيبقى نوعين ياما تخدير موضعي ياما تخدير نصفي ياما تخدير عام في التخدير الموضعي هيبقى هناك نوع توضع على المكان ويبرد لدرجة التجميد مثل كولوريد الفينايل ويكون على هيئة راش يبقى هنا عملية التخدير تمت باستخدام مادة بتعمل لنا عملية تبريد في مكان الجلد او مكان موضع العملية وهيوضع عليها هذه المادة اللي هو كولوريد الفينايل اللي هتكون على هيئة راش فهتعمل لنا عملية تخدير موضعي لهذا المكان باننا بتغفض درجة حرارة هذا المكان طبعا لما بتعمل عملية خفض لدرجة الحرارة بيحصل عملية ان العصاب في هذا المكان بيحصل لها عملية تخدير المادة التانية من مواد التخدير الموضعي اللي هو الهايدروكلورايد البروكاين 2 ل4% وده بتستخدم حقن تحت الجلد او في العضل يبقى الاتنين دول برضو عن طريق ايه حاجة؟ بنعمل عملية تنقيد تحت الجلد او عملية انفلتريشن تحت الجلد ببادة الهايدروكلورايد البروكاين 2 ل4% برضو التخدير هنا هيبقى تخدير موضعي في مكان العملية بقيد جسم الحيوان الحيوان هيبقى قدامي عادي خالص مش مخدر وجميع عضاءه في الادراك بتاعه موجود ولكن مكان الاحساس في مكان العملية ده بيفقد نتيجة انخفاض درجة حرارة هذا المكان المادة التالتة من المواد اللي احنا بنستخدمها فيه التخدير الموضعي اللي هو الهايدروكلورايد الاجنوكاين او بنسميها الزيلوكاين ودي حقا 2% وبتستخدم فيه اللوان هعمل عملية للعين على هيئة قطرة او جل او مرهم كدهان على موضع العملية يبقى دولة التالت مواد اللي هم موجودين في التخدير الموضعي في الحيوانات مادة الكولوريد الفينايل ومادة الهايدروكلوريد البروكاين اتنين لاربعة في المية ومادة الهايدروكلورو الليجنوكاين الزيلوكاين حقا 2% او منها قطرة للعين جل او مرهم دولة التالت مواد اللي احنا بنستخدمهم في حالات التخدير الموضعي وده اول نوع من انواع التخدير طبعا انا في التخدير الموضعي زي ما قلت ان انا ما بفقدش الحيوان الوعي بتاعه الحيوان عندي واقف وحاسس بكل حاجة حواليه ولكن مكان العملية هو اللي انا بفقد فيه الاحساس عن طريق تخدير الاعصاب في المنطقة اللي انا مراد اعمل فيها العملية النوع التاني من التخدير اللي هو التخدير العام وهنا انا بعمل عملية التخدير كلي للحيوان هنا الحيوان بيفقد الوعي او بيفقد الوعي او جزء كبير من الوعي يبقى في التخدير الموضوع للحيوان ما كانش بيفقد الوعي في التخدير العام انا بحتاج ان انا اخلي الحيوان فاقد للوعي لمدة محددة من الزمن ولفترة معينة من الزمن هي فترة اجراء العملية ايه المواد اللي احنا نستخدمها في التخدير العام اول حاجة هذه المواد بتستمر عن طريق الحقم او ان احنا بنتستخدمها عن طريق الحقم زي ايه؟ زي الزيلازين زي الباربتوريتس زي الكبتامين وزي الديازيبان دي مواد مخدرة وتستخدم في التخدير العام للحيوان وبيتكون عن طريق الحكم يأما حقن في العضل او حقن في الوريد مواد تستخدم النوع الثاني من المواد التخدير العام مواد تستخدم عن طريق الاستنشاق مثل الاثير والفلوتان والايزوفلوران يبقى في مواد عن طريق الحكم وفي مواد عن طريق الاستنشاق عن طريق الاستنشاق انا هنتضر ان انا استخدم جهاز استنشاق عشان اركبه على الحيوان وهنا هيبدأ الحيوان يستنشق المادة المخدرة زي الاثير او الفلوتان او الايزوفلوران وهي هتبدأ يعمل عملية تخدير للحيوان بعد عملية الاستنشاق بفترة معينة برضو هيخش في حالة من التخدير الكلي ننتقل بعد ذلك إلى العمليات الجراحية اللي احنا هنبدأ نشتغلها بعد عملية التخدير أهم العمليات اللي احنا هتمر علينا اللي هي عمليات فتح الكرش طيب حد يقول ليه بالذات فتح الكرش هتبقى من العمليات المهمة للحيوان هنا عندنا الحيوان زي ما قلنا بيعتمد على الجهاز الهضمي في عملية الأكل وفي عملية التحويل الغذائي ويعتبر الجهاز الهضمي في المقترات اللي هي الأبقار والجاموس هو عبارة عن أهم جهاز في جسم الحيوان ليه؟ لأنه هو اللي بيحولي الأكل ده إلى وزن أو زان في حالة حيوانات التسمين أو بيحولي الأكل اللي هو هيكله الحيوان ده إلى إنتاج ألبان زي لو أنا هستخدم الحيوان في إنتاج الألبان أو في الأغنام لو في إنتاج الصوف الأكل اللي عندي ده بيتحول جوه الجسم إلى مواد تنتج الصوف داخل جسم الحيوان طب بالتالي الجهاز الهضمي ده مهم جدا في تكوينه للخصوصية الجهاز الهضمي في الحيوانات المقترات هنلاقي أن في حاجة داخل الجهاز الهضمي أو عضو معين داخل الجهاز الهضمي اللي هو الكرش الكرش ده بيقوم بعملية تحويل المواد السلولوزية عن طريق عملية التخمر أو الفرمنتيشن إلى مواد معينة مهمة جدا داخل جسم الحيوان لو حصل أي مشكلة في الكرش يبقى هنا بالتالي هيتعطل الجهاز الهضمي وبالتالي هتتعطل عمليات كتير داخل جسم الحيوان وممكن يفقد الحيوان الإنتاجية بتاعته سواء كان إنتاجية لحم أو إنتاجية لبن أول عمليات ممكن تتم فيه الكرش بتاع الحيوانان اللي هي عملية فتح الكرش وإيه الغرض بقى من عملية فتح الكرش طبعا إحنا لو حسينا أن الحيوان اللي عندنا بدأ يفقد الشهية أو بدأ يفقد الأكل أو أنه قابليته للأكل بدأت تقل هنا بلاحظ أن الحيوان اللي عندي كمية العلف المستهلكة خلال فترة اللي قدامه بتقل يعني العلف اللي عندي ما بيقولش الكمية اللي ايه اللي متعود عليها يبقى هنا بلاحظ أنه ممكن يكون فيه مشكلة في الكرش بستخدم بعض الأدوات وبعض الأجهزة زي الأشعة أو بعض الأجهزة اللي ممكن تحدد لي أن لو كان فيه أي أجسام غريبة داخل الكرش بعد ما بحدد إذا كان فيه مشكلة داخل الكرش هتطر أن أنا أعمل عملية اسمها عملية فتح الكرش تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الأسباب اللي أنا عشان أعملها عشان أعمل عملية فتح الكرش أول حاجة وجود أشياء غريبة دخلت للكرش والشبكية مثل المسامير والأسلاك والإبر والحبال طبعاً إحنا عارفين أن الحيوان بيأكل باللسان بتاعه ما بيأكلش ببقه يعني هو بيأخذ الأكل بتاعه باللسان فأثناء حركة اللسان عشان يتناول الأكل من خارج ممكن تبقى فيه مسامير يبقى فيه أسلاك يبقى فيه إبر يبقى فيه حبال أي أجسام غريبة ممكن تدخل مع الأكل إلى داخل الكرش هذه الأجسام الغريبة هتعمل لي مشاكل داخل الكرش هتعمل لي التهابات ممكن تعمل لي لكمة فبالتالي أنا هتطر أن أعمل عملية فتح الكرش لإزالة هذه الأجسام الغريبة السبب الثاني اللكمة الشديدة التي لا تستجيب للعلاج في حالات الصعبة من اللكمة مع وجود أن أنا أعمل عملية علاج من الخارج بالتجريع والحقن والحيوان ما بدأش يستجيب للعلاج فبالتالي أنا هتعمل عملية فتح الكرش لإزالة هذه اللكمة الشديدة في حالات النفاخ الرغوي حالات النفاخ الرغوي برضو من ضمن الحالات اللي هي هتأكد لي أو هتدي لي مؤشر على أن أنا لازم عمل عملية فتح الكرش دي هي الأسباب بتاع عملية فتح الكرش أول حاجة وجود أشياء غريبة دخلت للكرش والشبكية مثل المسامير والأسلاك والإبر اثنين اللكمة الشديدة اللي هي ما بتتعالجش بالعلاج الخارجي ثلاثة النفاخ الرغوي وده نوع من النفاخ لا يمكن علاجه عن طريق الأدوية ولكن لا بد من عملية فتح الكرش ننتقل بعد ذلك إلى الخطوات التي يجب اتباعها أثناء العملية أو ما قبل إجراء العملية أول حاجة عندي نخلي بأن الحيوان طبعا هنخطه داخل زناء يبقى الزناء دي وهيبقى المكان اللي هيقف في الحيوان من أول خطوة دي هيبقى الحيوان هنا هيبقى محتوط تحت تخدير كلي ولا تخدير موضعي لا هنا هيبقى موجود مدام وضع الحيوان داخل زناء هيبقى تخدير نوع التخدير في هذه العملية هو التخدير الموضعي اللي هو في مكان إجراء العملية اتنين حلق مكان العملية الذي يقع في المنطقة اليسرى للحيوان اللي هي الخاصرة اليسرى لو إحنا بصينا على الحيوان من الخارج كده في جانب أيمن وفي جانب أيصر الكرش عموما بنقدر إن إحنا نلاحظه من الجانب الأيصر للحيوان الخاصرة اليسرى للحيوان هي المنطقة اللي أنا بقدر أحس منها حركة الكرش وممكن بالسماعة أسمع منها صوت حركة الكرش يبقى بالتالي المكان اللي أنا هعمل فيه عملية التخدير الموضعي لعملية فتح الكرش في الحيوان هتكون في الجانب الأيصر من الحيوان الجانب الأيصر ما بعد ضلوع الصدر اللي هي الخاصرة اليسرى المنطقة دي هي اللي هنعمل لها عملية التخدير الموضعي وهي اللي هنبدأ فيها الشغل بتاعنا طيب بعد ما بنعمل عملية حلق لمكان العملية يعني حلق إن أنا بزيل الشعر اللي موجود فيه مكان العملية عشان يبقى منطقة الجلد واضحة ليا بنسبة كبيرة جداً رقم ثلاثة بنعمل عملية التطهير للمكان يطهر المكان بعد الحلاقة باستبرتو الأبيض والبتادين يبقى دي المطهرات اللي أنا بكون مجهزة عندي اللي هو البتادين والاستبرتو الأبيض أو الكحول الأبيض المادتين دول هما المادتين اللي أنا بعمل عملية التطهير للجلد من الخارج ليه عشان هبدأ أعمل إعداد لعملية فتح الكرش رقم أربعة يقن مخدر موضعي في المكان الذي سوف يتم فتحه للعملية يبقى رابع خطوة إحنا زي ما قلنا إن الحيواني توضع في زناءة يبقى هنا نوع التخدير اللي موجود عندي هو تخدير موضعي وزي ما استخدمنا التخدير حنا قلنا قبل كده في أنواع التخدير التخدير عام وتخدير موضع هنستخدم بقى إيه هنستخدم مواد التخدير الموضعي اللي احنا تعرفنا عليها قبل كده اللي هي كولوليد الفينايل أو الهايدروكلوروسيازين المواد دي اللي احنا تعرفنا فيها في التخدير الموضعي هنبدأ نستخدمها في هذا المكان بعد حلاقة الشعر وتطهير الجلد بالكحول الأبيض والبيتادين رقم خمسة الخطوة اللي بعد كده بعد ما بنعمل عملية التخدير ونلاحظ أن المكان بقى مخدر أو فقد الإحساس فيه طب أنا بعرف أن الحيوان فقد الإحساس في المنطقة إبرة صغيرة أو سن إبرة وببدأ أشك الحيوان في المنطقة دي هلاحظ أن الحيوان ما بيستجبش لأي مؤشر يبقى هنا تأكدت أن المكان ده فقد الإحساس وأن المخدر الموضعي بدأ العمل بتاعه بعد تأكد من أن المخدر الموضعي اشتغل هنبدأ نعمل عملية شق طولي في الجلد موازي للضلع الأخير طوله حوالي عشرة سنتيمتر يبقى هنا أنا عندي آخر ضرع في جسم الحيوان بيعمل قطع طولي أو شق طولي موازي له طوله حوالي عشرة سنتيمتر بعد كده طبقة الجلد بعد ما بفتح طبقة الجلد بتقابلني طبقة من العضلات هاعمل نفس الفتح في العضلات وهنعمل نفس الفتح في البريتون البريتون ده هو الجزء المغطي للأعداء الداخلية اللي هي مغطية الكرش فبنشوق العضلات أو بنفتح العضلات وبنعمل شق في البريتون أيضا عند إذن هنلاقي أو هنشوف الكرش من الخارج أو هنشوف جدار الكرش من الخارج يبقى احنا الطبقات اللي احنا بننر عليها اثناء عملية الجراحة اول حاجة طبقة الجلد وقلنا ان احنا بنفتح بشأ بطولي بوازي للضلع الاخير بطوله كام 10 سنتيمتر ثم بعد ذلك طبقة العضلات اللي هي مغطية في البط بنفتح بنعمل فيها نفس الشأ الطولي ده ثم بعد ذلك طبقة البريتون بعد الثلاث طبقات دول هنلاقوا قدامنا الكرش او جدار الكرش من الخارج بننتقل بعد ذلك الى ان احنا بنطلط فتحات دول اللي هي الجلد والعضلات والبريتون بنعملهم تثبيت عشان ما يرجعوش يقفلوا الجرح مرة اخرى فبنثبتهم بحاجة اسمه جهاز فانجارت جهاز فانجارت ده بيعمل تثبيت لشفتي الجرح في المكان بواسطة هذا الجهاز بعد كده بنشتغل بنبدأ نعمل شق طولي في جدار الكرش بعد ما بنفتح الكرش بنبدأ ان احنا نعمل عملية تنظيف لحفتي الجرح ثم خياطة الكرش مرة اخرى ثم خياطة البريتون ثم العضلات وتحت الجلد والجلد كل طبعة هتكون بنوعية خاصة من الخيوط والخياطة والابر رقم عشرة حقن الحيوان حقن الحيوان بالمضاد الحيوي لمدة خمسة ايام رقم حداشر اعطاء الحيوان محليل مثل الجولوكوز والملح حتى يعود الحيوان الى طبيعته ان انا ببدأ اعلق بقى محليل جولوكوز محليل ملح بعد اجراء العملية وبيتم فك غرز الجلد بعد عشر تيام طيب بالنسبة لي الخياطة الداخلية زي خياطة العضاء الداخلية اللي هي العضلات وخياطة الكرش والبريتون ده بيكون خياطة بغرز معينة وبخيوط معينة بيتم امتصاصها داخل الجسم يعني ان انا ما بحتاجش افك الغرز في العضاء الداخلية ولكن بيتم تحللها وامتصاصها وداخل الجسم يبقى الغرز الخارجية هي بتاعت الجلد هي اللي بيتم فكها وبنستخدم لذلك خيوط خاصة بهذه النوعية من الجراح ننتقل بعد ذلك ايزاق الطلبة والطالبات الى عملية تصنيع ناصور اصطناعي للكرش هنا مش هنقفل الجرح ولكن ان انا هعمل عملية زي فتحة وهحافظ على الفتحة دي كذا يوم او لمدة فترة معينة عشان اعمل ايه بقى ايه اسباب عملية تصنيع الناصور الاصطناعي للكرش اول حاجة اخذ عينات من الكرش لو انا عايز اخذ عينات احللها في المعمل عشان اعمل لها عملية فحص لبعض الامراض المعدية او لبعض التفليات او عشان اشوف البي اتش بتاعتها فممكن اعمل هذه العملية السبب التاني عشان اعمل العملية دي اللي هو اعطاء ادوية مباشرة او منشرات للكرش مباشرة داخل هذه الفتحة يبقى انا ممكن ادي بعض الادوية المباشرة داخل الكرش عن طريق استخدام عملية الناصور الاصطناعي للكرش طب ايه الخطوات اول حاجة نفس مكان فتح الكرش نفس اجراءات خطوات اجراء عملية فتح الكرش هنا احنا نستخدمها في هذا المكان والتخدير برضو هيبقى تخدير موضعي هندخل الحيوان الزناء بنفس خطوات عملية فتح الكرش اول حاجة بندخل الحيوان الزناء بنزيل الشعر الموجود على المكان بنتهر المكان باستخدام السبيرتو الابيض او اللي هو الكحول او البيتادين بعد كده بعمل عملية الفتح اللي هو احنا قلنا عليها الطولي بطول 10 سنتي من اخر ضرع للحيوان في الخاصرة اليومنى ولا اليسرى في الخاصرة اليسرى لان احنا زي ما قلنا ان الكرش عندي ببدأ او صلو في الحيوان في الجهة الشمال او الخاصرة اليسرى بعد ما بعمل عملية فتح للجلد بفتح العضلات وبفتح البريتون اللي هو الغشاء المبطن للعضاء الداخلية هلاقوا قدام جدار الكرش هفعلوا عملية فتحة بسيطة هنا بقى هنتضر ان احنا نعمل عملية ايه بقى هنحط مع بعض كده بعد فتح الكرش بنفرق جزء من المحتويات بتاعته ونبدأ نعمل عملية حلقة موجودة او تركيب انبوبة داخل الكرش وهذه الانبوبة بتكون متصلة بالخارج عشان ناخد العينة بتاعتنا او نعطي الادوية يبقى الخطوات كده زي ما بعض هنتابع على الشاشة اول حاجة المكان هو نفس مكان فتح الكرش التخدير والتجهيز كما سبق يعني التخدير موضعي بعد فتح الكرش وتفريح جزء من محتوياته يتم تركيب الانبوبة الدائرية اللي هي الحلقة دي الخاصة لهذه الفتحة حتى يتم تثبيتها في الكرش يعني تبقى الفتحة دي موجودة من الداخل والجلد من الخارج اذا لم يتوفر هذه الانبوبة يتم تثبيت الكرش دائريا بالغرز يعني اننا لو ما توفرتليش هذه الانبوبة الحلقية الدائرية ممكن ان انا اعمل عملية خياطة بالغرز لحواف هذه الجرح واخد الثلاث طبقات بتاعتي اللي هي طبقة الجلد وطبقة العضلات وطبقة البريتون ودولة اعمل لهم عملية خياطة وتثبيت مع جدار الكرش الخارجي يبقى انا كده عملت تثبيت لفتحة الكرش بعد كده بدي مضادات حيوية للحيوان يبقى يتم اعطاء الحيوان مضادات حيوية لمدة خمسة ايام عشان اضمن ان الجرح اللي عندي ما يحصلوش اي تلوث وبعد ما بخلص عملية اخذ العينة او ان انا بديت الحيوان الادوية اللي عندي اللي انا احتجتها ببدأ اعمل عملية خياطة عادية للجرح كما ان انا اي خياطة عادية ان انا ببسل كل طبقة وخياطها بالخياطة المناسبة والجلد ببدأ اعمله عملية الخياطة بالغرز اللي عندي اللي هي الخياطة الخارجية وبرضو اراعي ان اثناء كل خطوة من هذه الخطوات اعمل عملية تطهير باستخدام السبرتو الابيض او البيتا دين يبقى انا لازم اراعي عملية التطهير وعملية اعطاء المضادات الحيوية لمدة خمسة ايام عشان ما يحصلش اي تلوث للجرح او دخول اي ميكروبات تعمل لي مشاكل ما بعد العملية ننتقل بعد ذلك عزاء الطلبة والطالبات الى العمليات الجراحية في البطن الانجيزات الصغيرة اول حاجة عملية فتح البطن من الخاصرة اسبابها الاجسام الغريبة في المعدة مثل الاحبال والاكياس البلاستيك في حالات عسر الولادة اللي هي الولادة القيصرية في حالات انفجار المثانا في حالات حصر البول او في حالات الحصوات اللي هي موجودة في الحالم يبقى الاسباب فتح البطن من الخاصرة هي الثلاث حاجات دول اجسام غريبة في المعدة عسر الولادة او الولادة القيصرية انفجار المثانا في حالات حصر البول عفوا واوجود بعض الحصوات داخل المثالك البولية طيب هنا الطريقة هتتم ازاي؟ اول حاجة يتم رقاد الحيوان على الناحية اليمنى حيث تصبح الناحية اليسرى هي المواجهة لالذي سيجري العملية يبقى انا برقت هنا الحيوان على الجانب الايمن بحيث ان الجانب الايصر يبقى هو المقابل لاجراء العملية اتنين يتم تجهيز الخاصرة اليسرى زي ما احنا قلنا في اي تجهيز خالص عن طريق الحلاءة وتطهير المكان والتخدير هنا هيبقى تخدير ايه؟ موضعي برضو لمكان فتح العملية والذي يكون مائلا الى اسفل والى الخلف يبدأ الفتح خلف الضلع الاخير احنا هنا في مكان الفتح عايزين نفرق بين المكان الفتح في الكرش وهنا في نعدم العمليات ان هنا الفتح هيكون مائل الى اسفل والى الخلف ليه؟ عشان الاعضاء اللي انا هبدأ اشتغل فيها اللي هي زي الرحم او المثانا المنطقتين دولة موجودين في الجزء الخلفي من الحيوان في الجانب الايصر فبالتالي هيكون المكان الفتح عندي مائل الى اسفل والى الخلف يبدأ الفتح خلف الضلع الاخير زي ما قلنا بيستمر الفتح من الجلد لطبقة العضلات لطبقة البريتون الثلاث طبقات دول هما دول اللي احنا هنمر عليهم في عملية اجراء العملية عند اذن نصل الى التجويف البطني بيتم فتح الكرش او الرحم او المثانا على حسب المطلوب يعني على حسب الغرض من اجراء العملية انا هعمل عمليتي في الكرش او في الرحم في المثانا ببدأ اشوف العضو اللي انا هشتغل عليه وابدأ ان انا هعمل له عملية اجراء لهذه الجرح بعد التعامل المطلوب هيتم خياضة التجويف في البريتون فالعضلات في الجلد بعد كده يتم اعطاء المضادات الحيوية الوقائية لمدة خمس ايام والتطهير باستخدام البتدين ثم فك الغرز بعد عشرة ايام يبقى هنا مع بعض يا احبابي او يا زملاء الطلب والطالبات ان احنا هنا بنتعامل مع الحالة دي عن طريق ان انا بعمل العملية في العضو اللي انا عايز اشتغل عليه اعمل الفتح بتاعي المناسب لمكان العضو داخل الحيوان في عمليات فتح الكرش احنا قلنا الفتح ممكن يجيلك مقارنة في عمليات فتح الكرش بيكون الفتح طولي موازي للضرع الاخير بطول عشرة سنتي ده في الحيوانات الكبيرة لكن هنا عندي في الحالات الحيوانات الصغيرة للاغنام او في حالات لو انا هجري عملية في عضو زي الرحم او زي المثانا يبقى هنا الشأ بيكون للخلف والى الوراء قليلا وبيكون برضو على بعد عشرة سنتي من الضرع الاخير في الحيوان طيب هنا التخدير بيبقى ايه؟ هنا التخدير برضو بيبقى تخدير موضعي طيب نوع الخياطة برضو نوع الخياطة الجلد هيبقى غرص هتفك بعد عشر تيام ولكن الخياطة الداخلية للأعضاء هتكون خياطة بغرز بيتم امتصاصها من الجسم ولا يتم ايه؟ فكها عن طريق الايه؟ الجراح يبقى هي بيتم امتصاصها من الجسم بعد فترة خمستاشر لعشرين يوم لكن الغرز اللي هيتم فكهاها هي الغرز الموجودة على الجلد من الخارج ننتقل بعد ذلك اعزاء الطلبة والطالبات الى عملية الفت السري وهنا من العمليات المهمة جدا وخاصة في العجول حديثة الولادة اسبابها ايه؟ هو وجود ورم منذ الولادة يبقى زي ما قلنا ان الحاجات دي بتحصل في العجول والحيوانات الصغيرة حديثة الولادة وجود ورم منذ الولادة في مكان السر بالضغط عليه او نوم الحيوان على ظهره يختفي هذا الورم ويكون اسبابه دائما وراثية ونتيجة ضعف قفل السر مكان الحب السري طيب هنا في هذه الحالة اللي هي محتاج عملية جراحية بنلاحظ ان ورم في منطقة السر للعجل حديث الولادة او المربي يجي لك يقولك ايه؟ يقولك انا في ورم عندي في منطقة السر طيب الورم ده ممكن يكون كذا حاجة ممكن يكون هيماتومة او تجمع دموي ممكن يكون خراج صديد تجمع للصديد وممكن يكون وجود هيرنيا او اللي احنا بنقول عليها جزء من الامعاء بتاعة هذا الحيوان نزلت في الحبل مكان الحبل السري وعملت لنا اللي هو هذا الورم او هذا التدخل اللي احنا بنقول عليه ايه؟ العرق ده ما بيبقاش العرق لا ده بيبقى جزء من الامعاء او من مصارين الحيوان نزلت فيه تجويف هذا التجويف اللي هو منطقة الحبل السري وعملت لنا التدخم ده طيب احنا عشان نفرق بين التلات انواع دولة سواء كان تجمع دموي او كان خراج او كان اللي هو بنقول عليها الفتء السري نقدر نفرق عن طريق ايه؟ عن طريق عملية اننا بناي من الحيوان على ظهره ام اول ما بناي من الحيوان على ظهره لو اختفى هذا الورم يبقى ان انتيجة رجوع جزء من الامعاء الى منطقة البطل او للمكان الطبيعي داخل البطل بلا ان الورم ده بيختفي او بيبقاش موجود او بيقل في الحجم خالص بحيث ان بيبقاش منحوص لكن في حالات الخراج والتجمع الدووي بلا ان ايه المكان التجمع ده موجود زي ما هو ما حصلوش اي مشكلة طب ممكن افرق برضو عن طريق ايه؟ الضغط عليه لو انا بدأت اضغط عليه والحيوان ده بيحس ان بألم او 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 ما بيختفيش المكان الورم يبقى هنا ده مش فتء سري لكن لو بالضغط عليه اختفى مكان الورم ده يبقى ده فتء سري او جزء من الامعاء موجود في منطقة الحب السري طبعا التشخيص ده مهم جدا مهم جدا لإيه؟ عشان انا هعمل عملية ولا مش هعمل عملية لان لو خراج او حالات هيمتومة او تجمع للدم في هذه المنطقة ممنوع منعا باتا ان انا اعمل عملية في المنطقة دي لان هنا هيحصل فيه مشكلة ونزيف او يحصل تلوث لمنطقة البط لكن لازم اتأكد ان الفتء لما يجي اعمل عملية الفتء السري ان التشخيص بتاعي يكون صحيح طبعا مين اللي بيقوم بعملية التشخيص هو الطبيب البيطري وعملية التشخيص هنا مهمة جدا في هذه الحالات عشان اقدر افرق اذا كان الحالة من حالات الورم اللي عندي موجودة في منطقة الحبل السري دي هل هي حالة تجمع دموي او حالة خراج او صديد او حالة من حالات الهرنية اللي احنا بنقول عليها اللي هو الفتء السري او وجود جزء من الامعاء داخل الحبل السري طيب هننتقل بعد ذلك الى الخطوات الخاصة بهذه العملية اول حاجة عندي بقى زي ما احنا عارفين اللي هو هنتكلم عن نوع التخدير فاي عملية بنحدد نوع التخدير الاول هنا التخدير هيبقى تخدير عام في الامور يعني الامور يعني اللي هي الفصيلة الخيلية والحيوانات الصغيرة لكن في العجول والاغنام والماعز ممكن تحت تأثير المخدر الموضعي ولكن يفضل التخدير العام يفضل التخدير العام يبقى نوع التخدير هنا هيبقى تخدير عام في هذه العملية اتنين بيتم وضع الحيوان او ترقيه الحيوان على ظهره وربط في هذا الوضع بالحبال ان انا بربط ارجو للحيوان بالحبل عشان يعمل ليش اي مشكلة او يعمل اي ازعاج اثناء العملية تكهيز مكان العملية السرع بالحلاقة والتطهير بالكحول والبيتادين دي المطهرات اللي انا بابقى مجهزها قبل العملية طبعا قبل العملية مش هدور بقى عن الكحول والبيتادين لا بابقى مجهز ادواتي وبابقى مجهز ده دور الممرض البطري اللي هو تجهيز الادوات والمطهرات قبل اجراء العملية يبقى تجهيز يتم تجهيز مكان العملية بالحلاقة والتطهير بالكحول والبيتادين بعد كده يتم عمل شق بيضاوي الشكل حول الصرة الشكل يبقى مش طولي ولكن شكل بيضاوي لأن هنا فيه ورم وفيه تجمع كروي فهيبقى الشكل بيضاوي هنعمل شكل بيضاوي حول السرة ويستبعد عند إذن الجزء الداخلي للفتء اللي هو البريتون يسلك البريتون ويتم إدخاله في البطن لأنه بيوجود داخل هذا الورم وتحيط فتحة الفتاق بخيوط من النيلون حتى لا تمتص يبقى هنا نوع الخياطة الخلي بنا منها أن نوع الخياطة هنا بخيوط من النيلون عشان ما تمتصش والفتء يرجع مرة أخرى لازم هنا الخيوط تكون غير قابلة للامتصاص من الجسم عشان أخلي أنسجة الجسم في المنطقة دي بتكون ضعيفة فأنا محتاج أن الخيوط دي تبقى موجودة أثور فترة ممكنة يبقى هيتم الخياطة بخيوط من النيلون لا تمتص بعد ذلك تخاط الأنسجة تحت الجلد بالخيوط الداخلية ثم يخاط الجلد بالخيوط الخارجية بعد كده بندي مضادات حيوية لمدة خمس لسبعة أيام ده الإجراء الطبيعي بعد إجراء أي عملية وإعطاء مضادات التيتانوس في الفصيلة الخيلية ودي حاجة مهمة جداً زي ما قلنا قبل كده أن الفصيلة الخيلية في حالات الجروح وحالات العمليات هي بتكون عندها قابلية جداً للإصابة بالتيتانوس والتيتانوس ده مرض خطير جداً بيصيب الفصيلة الخيلية أي جرح بسيط ممكن يعمليه هذه المشكلة يبقى أنا لازم أراعي أن أنا وأنا بأجري عملية لأي فصيلة خيلية أن أنا بدي مصل التيتانوس بعد كده يتم تطهير الجرح يومياً لغاية ما أنا أبدأ أفك الغرز بعد كده من 10 ل 15 يوم طبعاً فك الغرز اللي هي فك غرز الجلب لكن زي إحنا ما قلنا أن الخيوط الداخلية اللي أنا بغيط بها البريتون عشان ما يرجع ليش العملية أو الفتء السري مرة تانية بتكون خيوط غير قابلة للامتصاص اللي هي خيوط النيلون ونخلي بنا أن دي من العيوب اللي بتبقى موجودة جداً في عمليات فتء السرة ليه؟ لأن أنا ممكن أخيط بخيوط داخلية يقولك عشان ده عضو داخلي هنخيطها بخيوط تمتص بعد 10-15 يوم هنا الأنسجة ما بترحقش ترجع لطبيعتها وممكن الفتء يرجع مرة تانية ويظهر عندي على الحيوان يبقى هنا الخياطة لازم تتم الداخلية والخياطة الخارجية بخيوط غير قابلة للامتصاص ولكن النوع اللي هيبقى موجود جوه النيلون ده مش هيحتاج أن أنا فك الغرز ده هيفضل موجود في جسم الحيوان لكن عشان الخيوط اللي استانلس أو الخيوط الخارجية دي هي اللي أنا هحتاج أفك فيها الخرز فبالتالي بتكون خيوط خيوطة الجلد بهذه النوع من الخيوط بننتقل بعد ذلك إلى عملية أخرى وهي العمليات الجراحية في الضرع العمليات الجراحية في الضرع طبعا إحنا زي ما عارفين أن الضرع ده هو جزء موجود في الماشية الحلابة اللي هي بتنتج وهو عضو خاص بإنتاج اللبن وعضو حساس جدا فبالتالي إيه هي الأسباب؟ أول حاجة جروح في الضرع وسببها الأسلاك الشائكة أو دهس الحيوانين الحيوان ممكن يتعرض أن الحيوان يدوس عليها أو ممكن تتعرض لأسلاك شائكة أو أي حاجة تقرصها أو تجرحها في هذا المكان يبقى هنا هنضطر أن نعمل عملية جراحية في منطقة الضرع أنواع جروح الضرع رقم واحد جرح في الجلد فقط غير نافذ وهذا الجرح بيكون جرح عادي هيتم خياطه بالخياطة العادية نتيجة أنه هو جرح غير نافذ النوع الثاني جرح نافذ وهنا هيخرج منه اللبن مش دم لأن منطقة الضرع بتكون عبارة عن غدد لبنية وبالتالي اللي هيخرج من هذا الجرح هو عبارة عن اللبن وهو الإفراز الطبيعي للضرع فبالتالي ده منسميه جرح نافذ وهنا نخلي بالنا من الجرح النافس لازم نعمله عملية تطهير جيد قبل عملية الخياطة النوع الثالث اللي هو خياطة الطبقات الداخلية ثم الخارجية في الحالات الحرجة وفي حالات الجرح النافس خياطة الجلد فقط وفي حالة الجرح غير النافس نخلي بالنا ان في حالة الجرح غير النافذ يعني ايه غير النافذ اللي هو ما فيش ايه افراز موجود على الجلد من الخارج نتيجة الجرح ده هيتم فيه غياطة الجلد فقط هيتم خياطة الجلد فقط بالنسبة ليه الجرح النافذ اللي هو بيكون فيه افراز من اللبن موجود عليه من الخارج يبقى هنا بيطم خياطة الجزء الداخلي الاول وبعد كده نخيط الجلد عشان نفرق بين الجرح النافذ والجرح غير النافس في الضرع إصابات الضرع رقم واحد اللي هو تقرح الحلمات تقرح الحلمات ليحدث نتيجة تهيج الجلد من الرضاعة نتيجة الرضاعة العنيفة أو نتيجة عيوب في الحلب الآلي طبعا نتيجة استخدام ماكينة الحلب الآلي ممكن يكون الضغط بتاعها مش مظبوط أو نتيجة الرضاعة العنيفة من العجول ممكن يحصل حاجة اسمها تقرح الحلمات طب إيه هي الأعراضها؟ أعراضها هو تورم الحلمة وألم عند عملية الحلب إن أنا أثناء عملية الحلب الحيوان مش هيبدأ يقفلي يدي لي كمية اللبن اللي أنا عايزها هيبقى في حالة من حياة صبية فبالتالي دي وبيحصل تورم في هذه المنطقة طب إيه هو العلاج؟ تكفيف الضرع بعد كل حلابة ثم وضع مرهم أكسيد الزينك مع زيت السمك ومرهم البانثينول دي كلها تعتبر علاجات موضعية على مكان تقرح الحلمات يبقى أول حاجة لازم أعملها إن أنا أعمل عملية تكفيف للضرع بعد كل حلام ما خليش أي جزء من المياه أو أي جزء من اللبن موجود على سطح الحلمة من الخارج بعملها عملية تكفيف جيد ثم بعد ذلك بستخدم يا إما مرهم أكسيد الزينك أو مرهم البانثينول النوعين دولت من المراهم دولت بيسببوا لي نوع من التلطيف لمنطقة الجلد في هذه المنطقة أو التقرحات تبدأ تقل بدرجة معينة ولازم أخلي بالي وأشوف أعالج المشكلة الأساسية اللي سببت لي تقرح الحلمات يعني لو في عندي الإيد الخشنة للحلابة اليدوية لا أخلي بالي من النقطة دي لو في مشكلة في الحلب الآلي نتيجة استخدام بعض الأدوات أو الماكينات اللي بيكون فيها مشاكل لازم أعالج المشكلة أعالج المشكلة الأساسية وأبدأ أعالج الأراض اللي موجودة عندي بإن أنا أتبع هذه الخطوات بإن أنا أجفف الحلم جيدا وإن أنا أستخدم مرهم البانثينول أو أكسيد الزينك في عملية علاج هذه التقرحات بننتقل بعد ذلك إلى مشاكل الحافل والضرف اللي هو تشقق الحافل دي كلها عبارة عن مشاكل موجودة في الحيوان من الخارج إحنا بنبدأ أن نعالجها طيب إيه هو الحافل أو الضرف ده الجزء الأخير من القدم اللي هو بيلامس سطح الأرض طيب إيه هي المشاكل اللي ممكن تتعرض لأول حاجة اللي هو تشقق الحافل وهو شرخ فيه جدار الحافل كاملا أو غير كامل الشرخ ده ممكن يكون كامل يعني بيوصل للسطح الداخلي أو يكون غير كامل يا دوبك موجود على السطح الخارجي للحافل ويوجد شرخ سطحي وآخر عميق وهي شائعة فين في الخيول يبقى بتبقى موجودة بصورة أكبر في الخيول لأن هي بتتعرض لعملية الشغل الكتير غير بقية الحيوانات إحنا عندنا الحيوانات سواء كانت أبقار جاموس أغنام دي موجودة في المزرع عندي وقفة لكن الخيول عشان بتتحرك كتير فهنا ممكن يكون مشاكل الحافل ويء الضرف كتيرة جدا طيب إيه هي بقى الأسباب اللي هتؤديلي إلى تشقق الحافل رقم واحد كدمة شديدة في الحافل يعني خطة أو خطة جمدة في منطقة الحافل اتنين ضعف وراثي في تركيب الحافل يعني إيه إن السلالة اللي عندي من الخيول دي عندها عيب وراثي بيؤدي إلى إن منطقة الحافل دي تبقى ضعيفة رقم ثلاثة تركيب حدوة خطأ للقدم اللي هي موجود يبقى تركيب الحدوة الخطأ دي ممكن يعمل لي تشقق للحافل دي أسباب تشقق الحافل طيب إزاي هنعالج هذا التشقق أول حاجة عندي قبل ما نعالج لازم نخلي بالنا إن الحيوان اللي هو بيستخدم رجله في الشغل عندي هيبقى أول الأعراض اللي عندي اللي هو العرج العرج أو عدم القدرة على الحرج وبالتالي زي ما قلت لما بلاحظ إن الحيوان اللي عندي فيه مشكلة في الحركة بتاعته أو فيه عرج عندي لازم أحط الحيوان ده تحت الراحة التامة وبدأ أعمله عملية فحص للقدم بتاعته عشان أشوف المشكلة موجودة فيه طبعا غالبية المشاكل اللي بتبقى موجودة بتبقى موجودة في الحافل لأن المنطقة دي هي المنطقة اللي بيبقى فيها احتكاك وحركة شديدة وممكن تلامس الأسطح والخشنة أو تلامس السطح أو يبقى فيها مشكلة في الحدو فحينا هنبدأ نعالجها إزاي أول حاجة عندي يقشر جانبي الشرخ باستخدام سكينة الحافل فيه سكينة اسمها سكينة الحافل ببدأ إن أنا أقشر الجنبين بتوع الشرخ دول فيه شرخ في الحافل فهبدأ أعمل عملية تقشير لجانبي الشرخ باستخدام سكينة الحافل يقشر الحافل أعلى منطقة الشرخ في شكل نصف دائري يضم الشرخ تحت نصف الدائرة بمسماري حافل أو بواسطة دراسة مخصوصة يعني دباسة مخصوصة بتتم بها تدبيس هذه المسامير اللي هو شقي الحافل بعد كده تركيب حدوة ضرورية بأربعة زوائد كل اثنين على جانباي الشرخ حتى نمنع فتح الشرخ ثم دهان الحافل بالقطران حتى لا يجف الحافل لمدة أسبوعين يبقى في حالة وجود شق على الحافل يجب أننا أستخدم الحدوة ضوء الشقوق الأربعة ودي نوع من الحدوات اللي هي بتعمل عملية ضم أننا بركبها وببدأ أعمل عملية ضم لشقاي الحافل ولازم أخلي بالي أن شقاي الحافل دول يكونوا تم إزالة جزء منهم في قبل هذه الخطوة ثم بنستخدم القطران الطبي ليه؟ عشان تعمل مادة عزلة للرطوبة عشان ما تعمل ليش مشكلة في الحافر بعد كده لأننا لما بزيل جزء من الغطاء الخارجي للحافر بتكون الأجزاء الداخلية حساسة جداً للرطوبة فيجب أننا بعوضها بإيه؟ بعوضها بالقطران الطبي القطران الطبي ده بيبقى مادة عزلة من الرطوبة اللي موجودة في الأرض عشان ما توصلش للأجزاء الداخلية للحافر أو للضلف بننتقل بعد ذلك إلى تعفن الحافر تعفن الحافر وهو إصابة الحافر بنوع معين من الفطريات اللي هي هتعمل لنا نصر الحافر في الفصيلة الخالية ويتميز بوجود إفرازات سوداء ذات رائحة كريهة ودمور في النصر النصر ده هو عبارة عن الجزء الداخلي من الحافر نتيجة هذه الإصابة بالتعفل بعض الفطريات بتصيب هذا المكان وتؤدي إلى إفرازات سوداء ذات رائحة كريهة طب إيه هي أسباب تعفن الحافر؟ زي ما قلنا الرطوبة وعدم نظافة الإستبل وترك الحيوان بدون رياضة يعني الحيوان ما بتحركش كتير طبعاً الرياضة ده مهمة جداً خاصة في الفصيلة الخالية لأننا أعمل عملية طريض للحيوان بصورة يومية عشان أتفادى تعفن الحافر طب إيه هو العلاج في هذه الحالة؟ عن طريق إزالة الأجزاء التارفة من نصر الحافر باستخدام سكينة الحافر يبقى سكينة الحافر دي هو عبارة عن أداء مهمة جداً استخدامناها كذا مرة استخدامناها في تشقق الحافر واستخدامناها في العفن أو تعفن الحافر اتنين غسل النصر والحافر ببرمنجنات البوتاسيوم لابعنا عندي المادة المستخدمة هنا هي ببرمنجنات البوتاسيوم وسبغة اليود أو الفرمالين بنسبة 10% استمرار هذه العملية يوم بعد يوم يعني أنا بعملها يوم وأريح الحيوان يوم يبقى يوم بعد يوم حتى بنتغلب على هذه الإصابة يبقى هنا في هذه الحالة إن أنا بدأت إن أنا أتعامل مع الحيوان اللي عندي عن طريق إن أنا بضيف ببرمنجنات البوتاسيوم أو بجيب البتاديين أو بجيب اللي هو سبغة اليود أو الفرمالين التلات أنواع دول عندي بعمل لهم عملية غسيل للحافر ويكون الغسيل ده يوم بعد يوم عشان أدي فرصة للنسيج اللي موجود الداخلي ده إنه هو يحصل عملية نموه بصورة طبيعية لأن المواد دي مواد شديدة شديدة الحراقة أو شديدة الالتهاب ممكن تزود للالتهاب لو أنا استخدمتها بصورة يومية لأ أنا باستخدمها يوم بعد يوم يا دوبك عشان أعالج العفن اللي موجود داخل هذا الحافر طيب بعالجها يوم بعد يوم وبعمل عملية إيه؟ بعمل عملية راحة للحيوان من العمل بخليه الحيوان ما يتحركش كتير لغاية ما يتم التقام هذا الجرح بعد كده تركيب حدوة تحتها قطعة لباد أو كويتش عشان برفع رجل الحيوان من على الأرض ومنع وصول الرطوبة لمنطقة الحافر المنطقة ده بيعتبر كعازل أو طبقة عزلة بين طبقة الأرض وطبقة الحافر بعد كده باستخدم المضاد الحيوي بالحقن لمدة 3 ل 5 تيام في أي عملية زي ما احنا قلنا باتبع هذه العملية بإيه؟ بيعطاء المضاد الحيوي 3 ل 5 تيام طيب في الإجراءات نخلي بنا إن الإجراءات دي التشخيص بتكون على الطبيب البيطري يعني اللي بيقوم بتشخيص هذه الحالة الأول الطبيب البطري طب دور الممرض البطري اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي إنه هو بيتابع هذه الحالة من إعطاء الأدوية طبعا الشهادات الطبيب وعملية التطهير وعملية ما بعد التطهير يبقى المتابعة دور الممرض أما التشخيص فهي دور الطبيب البيطري بننتقل بعد ذلك عزاء الطلبة والطالبات إلى إصابة أخرى في الحافر وهو عبارة عن دم الحافر وهو إصابة في نص في الزاوية المحصورة بين النصر وجانب الحافر يبقى ده غالبا بيكون في الجزء الخلفي الجانبي من الحافر وفيه تظهر بقعة سوداء قابل قبيلة أو شديدة القبلية يعني ضعيفة جدا وبالضغط عليها يبرس صديد ذو رائحة كليا يبقى برضو لو أنا ضغطت على المنطقة دي هلاقي وجود صديد هنا بنشخص الحالة على إنها دم الحافر طيب هيتم عملية فيه حاجة تانية اسمها سماء الحافر وهو دخول مصمار أو إبرة أو سلك أو قطع حديد في الجزء السفلي للحافر إيه هي الأسباب؟ عرق شديد مع رفع الحيوان لهذا رجل الحيوان وعند فحص الحافر بنجد مصمار أو إبرة رقم ثلاثة وجود رشح صديدي مكان ثقب الحافر وارتفاع في درجة الحرارة طيب هنا الإصابة نتيجة دخول أجسام غريبة إلى الحافر الأجسام الغريبة دي ممكن تكون مصمار ممكن يكون سلك ممكن يكون حاجة معدنية حد صغيرة دخلت إلى الحافر هتعمل لي مشكلة هتعمل لي عرج للحيوان ألاقي الأعراض اللي عندي إن الحيوان متش قادر يدوس على رجله أو رفع رجله تماما عن الأرض وبالتالي هيبقى هنا لما أجع عمل عملية فحص للحافر هلاقي إن في منطقة فيها مشكلة هذه المنطقة اللي هي الجسم الغريب ده وهلاقي إن حواليه في منطقة ملتهبة أو نتيجة ممكن يكون في صديد أو تجمع للصديد حوالي هذه المنطقة طيب إيه هو العلاج هنعالج الحالة دي إزاي أول حاجة إزالة المسبب يبقى الحاجة اللي هي دخلت لي الحافر سواء كان مصمار أو كان أي سلك معدني شائك أو أي حاجة من الحاجات الحد دي اللي هي الصغيرة المعدنية نعمل لها عملية إزالة يبقى العلاج إزالة المسبب سواء كان مصمار أو إبرة أو أي سلك شائك اتنين كحت مكان الثقب وإزالة الأنسجة التالفة يبقى المكان اللي كان موجود قريب من هذا المكان المعدني بعمله عملية كحت باستخدام حاجة اسمها مكحتة هذه المكحتة بنزيل بها الأنسجة التالفة اللي موجودة حوالين المصمار أو الإبرة بعد كده باستخدم المطهرات وهنا المطهر اللي أنا هستخدمه عندي اللي هو عبارة عن سبغة اليود وهنا هنستخدمه كمطهر على مكان الكحت اللي هو موجود في هذا المكان بعد كده باستخدم بضرة الحافر والبضرة دي عبارة عن بضرة بنحطها على المكان اللي موجود فيه الإصابة بعد عملية التطهير هذه البضرة غالبا بتكون عبارة عن نوع من أنواع السلفات اللي هي زي السلفا كينوكزالين والسلفا ديميدين من السلفات اللي هي مضادة للبكتيريا الغيار على الحافر هيكون بنظام يوم بعد يوم يعني أننا نخلي يوم غيار ويوم راحة من الغيار ده كله بيعمل ايه؟ بيعمل عملية مساعدة للحافر على أن المنطقة دي تنمو وتبدأ تتكون أنسجة جديدة عشان الحيوان اللي عندي يبدأ يدوس على رجله ونخلي بالنا أن الغيار ما بيتمش بصورة يومية بعد كده تركيب حدوة مقفولة وتحتها لباد أو كويتش ليه؟ عشان نعمل عملية عزل للمنطقة اللي موجودة في الحيوان اللي عندي عشان نخلي الحيوان اللي عندي بعيد عن الأرض وبالتالي نسبة الرطوبة ما تبقاش موجودة عندي بصورة مباشرة على الحافر المصاب يبقى دي كانت بالنسبة لعلاج الموجود أو العلاج الموجود لهذه الحالة طيب ننتقل بالإصابة أخرى وهي فرصة النعل الضلف في الماشية الأسباب تحدث هذه الإصابة في الأبقار المستوردة التي تضل في الاستبلاط وتحدث الإصابة في الضلف الخارجي للأرجل الخلفية والضلف الداخلي للأرجل الأمامية يبقى هنا نخلي بالنا من مكان الإصابة أنها تحصل في الضلف الخارجي للأرجل الخلفية والضلف الخارجي الداخلي للأرجل الأمامية هنا بيحصل إيه؟ يرتعش الحيوان وتظهر عليه علامات العرج أثناء عملية الحلب يحمل الحيوان أثناء السير على مقدم الحافر يعني الحيوان ما بيدغطش على رجل كلها ولكن بياخد موضع أنه هو بيبدأ يدوس على مقدمة الحافر فقط ما بيحطش رجل كلها على الأرض طب إيه هو العلاج؟ العلاج بيرقد الحيوان وبيكشف الضلف ويقلم بواسطة سكينة الحافر ثم يزال ويقحت الجزء المصاب والأنسجة التالفة ويطهر المكان بصبغة اليود يبقى احنا بنعمل عملية كحت لي المكان المصاب ويطهر المكان بصبغة اليود ثم بعد ذلك توضع بضرة الحافر بضرة الحافر زي ما قولنا اللي هي السلفات سواء سلفة ديميدين أو سلفة كينوكزالين ويتم الغيار على الجرح بعد يوم أو يوم بعد يوم بنظام يوم بعد يوم وقلنا النظام ده ليه؟ لمدة أسبوعين وحقن مضاد دحاوي في العضل لمدة ثلاثة لخمسة أيام ده الإجراء الطبيعي اللي احنا بنعمله مع كل إجراء بيتم على الحيوان يبقى بكده احنا خدنا في هذه الحلقة مجموعة الإصابات التي تكون موجودة داخل الحافر وعرفنا إيه هي وإزاي نتعامل معانها وعرفنا الإصابات اللي بتتم فيه الضرع وإزاي نتعامل معها وعرفنا كل أنواع العمليات وأنواع التخدير سواء كان تخدير موضعي أو تخدير كلي بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة